شكراً لكم مرة تانية وسائل خير عليك ياه وسائل خير سائر ومسائل خير على كل أهلوية اللي بي طابعونا يعني ياه مباركة صعبة جداً نعتقد المصريين كلهم خصوصاً في الشوط الأول المرهق اللي استنزف يعني أعصابنا ويتحرق فيه دمنا وما كناش راضيين عن الأداة وكنا حاسين إن إحنا بعيد وكنا حاسين المنتخب اللي إحنا شايفينه وبنشوفه في مطش أو في الشوط الأول من مطش سلوفينيا مش هو المنتخب اللي شفناه من أول ما بدأت البطولة لكن الأهم إن إحنا قدرنا نرجع وده في حد ذاته مكسب كبير جداً ويأكد على نقطة مهمة جداً سواء كنا نتكلم في هاندبول أو غير هاندبول أهمية الروح أنا بيتهيألي إنه اللي حصل إنبارح ده ليه علاقة بفنيات ولا ليه علاقة بمستويات لعيبة ولا ليه علاقة بخطة لعب ولا ليه علاقة بتبديل وتوافيق ونزول لعيبة وخروج لعيبة تانية أنا بيتهيألي إنه الإنجاز اللي حققه المنتخب مصر في الشوط التاني اختصاره هو الروح عودة الروح والروح دايماً هي اللي بنراهن عليها مبروك لمصر ولو إن طبعاً إحنا عارفين إنه الدنمارك منتخب يعني مصنف أول حامل لقب جاي مصر عشان يشارك في بطولة العالم وهو جايب معاكس البطولة اللي فاتت لكن في جميع الأحوال رجالتنا عملوا عليهم وزيادة كنت أتمنى أن المباراة تخلص بالفوز وكنا نستحق الحقيقة إن إحنا ننهي المباراة فايزين لكن قدر الله ما شاء فعل كل التهنئة للمصريين على التأهل مصر من ضمن التمانية الكبار ويمكن يكون مواجهة الدنمارك لها ناحية إجابية ناس كتيرة جداً مش شايفاها فكرة إنك أنت بتلعب بطل عالم أنا بيتهيالي دي لها ناحية إجابية صحيح المباراة صعبة وصحيح بمقيس القوة حسبتها معقدة لكن أنا بيتهيالي إنها هتخفى شوية من حالة الضغط العصبي على اللاعبين يعني هيلعبوا مباراة للمطعة والشهرة وده ممكن في أوقات كتيرة جداً يكون مفيد كل التوفيق لأبطالنا إن شاء الله في مشوار كاس العالم وبنحلم ولسه بنحلم والمصريين عندهم أمل كبير إحنا ما فقدناش الأمل الخطوة اللي جاية صعبة لكن المصريين إن شاء الله بإذن الله قادرين يحققوا المستحيل مبروك لمصر مرة تانية